السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فسر ابن سيرين رؤية الفلفل في المنام بالمال الكثير المضخ بشرط أن لا يؤكل أما من رأى أنه يأكل الفلفل الحار في الحلم فأنه ينال هما وتعبا لأن فيه لذعن ويلبس للحلق ورؤية حبات الفلفل الكبيرة في المنام تدل على الثورة الكبيرة والغناء فيما حبات الفلفل الصغيرة في الحلم تدل على مال شريف بتعب طويل أما الفلفل الخضراء في المنام فتدل على الأموال والرزق أما من رأى أنه يأكل الفلفل الخضراء الفاسد في المنام فأنه ينال مالا حراما ورؤية أكل الفلفل الخضراء الحلوة في المنام تدل على رزق وخير وبركة فيما الفلفل الصفراء في المنام يدل على المرض والوجع ورؤية أكل الفلفل الصفراء في المنام يدل على ذيق الأحوال وتشير رؤية أكل الفلفل الصفراء الطويلة في الحلم إلى المرض المزمن فيما الفلفل الحمراء في المنام فتدل على الأمن من شر ومن رأى أنه يأكل الفلفل الحمراء الحارة في المنام فإنه يتعرض لحسد لما هو عليه ورؤية أكل الفلفل الحمراء الحلوى في المنام تدل على النجاة من أذاء وضراج أما أكل الفلفل في المنام فيدل على الهموم والأنكاد إذا كان حارة ومن رأى أنه يأكل الفلفل الحلوى في الحلم فإنه يكسب مالا حلالا فيما تقطع الفلفل في المنام فيدل على محاولة الرأي إيجاد حلول لإرضاء الآخرين وإعطائهم حقوقهم فيما رؤية تفسير الفلفل في المنام تدل على نيل الرأي ثامرة مساعيه وأعماله أما شراء الفلفل في المنام فيدل على الرزق والغناء أما دبس الفلفل في الحلم فدليل على مال قليل فيه تعب كبير أما رؤية الفلفل في المنام للرجل فيدل على المال والرزق مضخر أما رؤية الفلفل في المنام للعزبة فيدل على البشائر والخيرات رؤية الفلفل في المنام المتزوجة فيدل على الرغض في العيش أما رؤية الفلفل في المنام للحامل فيدل على الولادة بخير وسلام أما رؤية الفلفل في المنام المطلقة فيدل على السعادة والسرور في السنوات القادمة والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم أتمنى أن ينال إجابكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله